بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم أردت أن أتكلم عن نقطة يدندن حولها المخرف كثيرا وكثيرا وذكر لهم قصة على أن هناك امرأة بها جني ثعبال وذلك الجني الثعبال لما كان يعتكف على سماع مقاطع هذا المخرف وأنتم تعلمون أن مقاطع هذا المخرف كلها مخالفة للشرع عبارة عن استعانة بالشيطان وعبارة عن حوار للشيطان بالساعات والساعات وعبارة عن التكلم في أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا محض الكهانة كما قال العلماء كما قال ابن باس وقال الألباني وقالت اللجنة الدائمة وقال قبلهم ابن تيمية وغيره من العلماء كثير فلما يقول أن هناك امرأة بها سرطان وبيها شيطان ثعبال لكثرة سماع مقاطعه تاب هذا الثعبال ودلهم على مكان السحر في المكان الفلاني وذهبوا فوجدوا السحر وأيضا هددها شيطان آخر بأنها إذا بقيت تسمع في مقاطع هذا المخرف ستجد شعرها قد حلق أو قصة تماما وفعلا لما استيقظت من النوم وجدته قد حلق وقد قطع وقصة تماما ثم بعد ذلك فعلت التحاليل فوجدت مرض السرطان قد اختفى وهكذا أين الغرابة في هذه القصة؟ هو يقول قصة غريبة أين الغرابة؟ أين الغرابة في القصة؟ هي حقيقة غصة قصة غريبة من جهة أخرى ليس من الجهة التي كان يريد أن يصل بها إلى المرضى المساكين البعيدين عن الأحكام الشرعية البعيدين عن فتاوى العلماء البعيدين عن الأمور الخطيرة البعيدين عن أمر الكهانة وما حكمه عن الشرك وما حكمه عن التنجيم وما حكمه عن الدجل وما حكمه وهذه الأمور التي يتعامل بها مخالفا فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخالفا فيها فتاة والعلماء ما حكمها في الناحية الشرعية وما حكم من يسمع لهذه التخريف وما حكم من يذهب لهذه التخريف ويسدقها فهذه الأمور هم بعيدون عنها كل البعد وهي أمور خطيرة وخطيرة جدا جدا لأن مصيرها إلى النار والعياذ بالله وقد حذر منها العلماء أمر أن هذا الشيطان يسمع للمقاطع يسمع للمقاطع فتاب هذا الشيطان الجني فتاب أين الأدلة بأنه تاب هذا هو الإشكال أين الأدلة بأن الشيطان قد تاب قد يقول الدليل هو أنه وجههم وأخذهم إلى مكان السحر نسأل أيضا أين الدليل بأن هذا السحر سحرها أين الدليل بأن هذا السحر الذي أخذ إليه هذا الشيطان هو السحر تلك المرأة هذا من جهة من جهة أخرى في قضية قصص شعر أمر بسيط وسهل المرأة بها الشيطان وبها الجني يدخلها في حالة إغماء ثم تذهب هي بنفسها تحمل المقص وتقص شعرها وتضعه في كيس وخلاص هذا أمر بسيط جدا أين الغرابة أين الغرابة أين الغرابة هذا من جهة من جهة أخرى في أمر السرطان أين الأدلة وإن كان هناك دليل فعلا بأن هناك سرطان قد وجد ثم اختفى معروف بأن الطعون من وخز أعدائنا الجن من وخز أعدائنا الجن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا يحدث السرطان وقد يحدث السرطان الشيطان يحدث السرطان من أجل هدف معين من أجل هدف معين لكي يصل إلى ذلك الهدف وهو التزديق الناس لهذه التخريف وهذا الدجل وهذه البدع ويصبح الناس يسمعون إلى الحوار أكثر مما يسمعون إلى كلام رب العالمين من الذي أخفى السرطان إن وجد فعلا أخفاه الشيطان أم أخفاه القرآن من الذي يخفي المرض المستعصي سواء كان مرض روحي أو مرض جسدي يخفيه سماع كلام رب العالمين الذي هو شفاء للأبدان والأرواح شفاء للصدور ورحمة للعالمين أم يخفيه الشيطان في حد ذاته من الذي يشفي القرآن أم الشيطان فهذا التعامل وفي هذه المصرحية وهذا الأمر الذي أظهره الشيطان إن وجد حقيقة هذا من أجل أن يجعل أولئك المتابعين وأولئك المشاركين وأولئك المرضى المساكين يصدقون أمر التخريف أكثر وأكثر يعتقدون بأن الرقية الشرعية هي الحوار مع الشيطان هي دعوة الشيطان تدعو من؟ تدعو شبح تدعو شخص لا تراه عيناك تدعو شخص غائب عنك قد يكون أصلا غير موجود في الجسد قد يكون متحكم من مكان بعيد وبعيد وبعيد عن الجسد قد يكون ذلك الخطاب الذي تخاطبه مع ذلك الشيطان هو بعيد كل البعد عن الجسد وهذا من أجل أن يؤثر في عقول المرضى المساكين البعيدين كل البعد عن فتاوى العلماء الأجلاء بأن الرقية هي عبارة عن حوار بين مخرف إنسي وبين شيطان جني وهذا غير صحيح لو كانت الرقية فعلا هذه لفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد ذلك الشيطان في صدري عمر بن عثمان بن العاص وأيضا لفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولفعله العلماء الأجلاء مثل ابن تيمية لحاور بالساعات والساعات وفعل وفعل وهذا لم يثبت عن ابن تيمية ولا عن ابن باز الذين حاوروا الشياطين حاوروهم لمدة دقائق معدودات فهذا الفعل الذي يخرج به عليكم هذا المخرف ما يزيدكم إلا بعدا عن الرقية الشرعية ما يزيدكم إلا بعدا عن الاستشفاء والتداوي والعلاج بكلام رب العالمين بالقرآن الكريم ثم بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالأدعية المأثورة ثم بالتذرع والخشوع والبكاء والرجوع إلى ربي السماوات والأرض لأنه هو الشافي الكافي سبحانه وتعالى وليس عن طريق الحوار عن طريق الكهانة الحوار مع الشيطان كهانة عصرية كما قال الإمام الألباني وكما قال ابن تيمية وكما قال ابن باز وكما قالت اللجنة الدائمة وكما قال الصالح الشيخ الحوار مع الشيطان والاستعانة به إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك ولا يغرنكم بهذه التخريفة التي يخرج بها عليكم والله العظيم ما تزيدكم ما تزيدكم إلا بعدا عن رب الأرض والسماوات وقد يقول قائل قد ظهر الشفاء قد شفيت هذه المرأة قد ظهر عليها الشفاء وما يدرك بأنها قد شفيت الشفاء ليس في خروج الشيطان الشفاء في إزالة السحر الشفاء في إزالة السحر تماما أما خروج الشيطان قد يدخل الشيطان يخرج الشيطان ويدخل الشيطان بسبب وجود السحر المسحور عبارة عن عش عبارة عن قمامة يأتيها كل شيطان رجيم رجس نجس فالعلاج الحقيقي هو إزالة السحر إزالة السحر إزالة تأثير السحر أما أنه يقول قد ذهبت بالمريضة ووجدت سحرها في المكان الفلاني من يعطيك الدليل بأن ذلك السحر سحرها وليس سحر شخص آخر من يعطيك الدليل بأن هذا أصلا ليس بسحر وقد رأينا ووجدنا من المئات من المرضى الشياطين تدخلهم في حالة إغماء ثم المريض نفسه يذهب ويجمع عظام ويجمع الشعر وأظافر منه ويجمع مسكسيك ويجمع أمور وأمور حتى أنه يأخذ لها دم الحيط هي تأخذه بيديها لأنها في حالة إغماء ثم يظهر الشيطان اللعين على أن هذا السحر والراق المغفر للأحمق لما يرى دم الحيط ويرى قفل ويرى مسسيك ويرى أظافر لا يشك بتاتا بأن هذا ليس بأنه سحر يقول المئة بالمئة بأنه سحر وهو في الحق ليس بسحر يفعله من أجل أن يبعدهم عن السحر الحقيقي لتلك المرأة المسحورة فلا تغتروا بهذه القصص ولا تغتروا بالمقاطع كل المقاطع شر والعيد بالله إلا القليل منها التي يستدل بها بأقوال العلماء أو بالكتاب والسنة فهناك مقطع يستعين فيه بشيطانة اسمها عائشة من أجل معرفة اسم السحر ومكان السحر ومن ذهب إلى السحر وهناك مقطع آخر يسأل في الشيطانة هل السحر موجود في البيت أم موجود في المقبرة وهذه استعانة قد حرمها جميع العلماء بل هو نفسه حرمها المخرف نفسه حرمها لكن في الواقع وفي العمل يفعلها وأيضا الحوار مع الشيطان قد تكلمنا عنه مرارا وتكرارا بأنه لا يجوز بأنه مضر بالنسبة للمسحور ومن الناحية الشرعية يجعل المرضى يعتقدون بأن الرقية هي عبارة عن حوار وأيضا ما يدريك بأن هذا الشيطان وهو الشيطان بمجرد دخوله في جسد المسحور هو الشيطان ما يدريك بأنه فعلا دخل الإسلام إذا كان لا يثبت ذلك الألباني ولا يثبت ذلك الفوزان ولا يثبت ذلك ابن تيمية ولا ابن باز ولا اللجنة الدائمة ولا يثبت ذلك صالح الشيخ وللوحيدان ولا يثبت ذلك العباد ولا الشيخ مقبل ولا يثبت ذلك العلماء الأجلة تأتي أنت تثبت ذلك بأي علم وبأي عقل وبأي دين ومن أين جاء لك هذا الأمر من أين جاء لك هذا الأمر أكيد من الشياطين الذين تحاورهم بالساعات والساعات من شيطان إلى شيطان إلى الشيطان والعياذ بالله فأنصحكم أن لا تختروا بهذا الكلام وعنده كلام كثير عبارة عن تخريف وتخريف فأنصحكم لا تختروا بهذا الكلام لأنه لا أصلى له ولا فائدة منه بل هو من أجل الإشهار ومن أجل التبيين ومن أجل أمور تشجع وتنصر الشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته